طيب ماذا عن كلام الله سبحانه وتعالى؟ سبحانه وجل في أولا وجدنا القانون التالي الذي ينطبق على كل سور القرآن 114 سورة أن الله عندما أنزل هذه السور أنزلها وكأنك أمام برنامج كمبيوتر لكل سورة كلمات محددة خاصة بها لم توضع إلا في هذه السورة على مستوى القرآن كله لا تتكرر في سورة أخرى ولا في أي سورة أخرى وهذا ينطبق على 114 سورة على سور القرآن سبحان منزل ذكري جل الحكيم القادر سبحان منزل ذكري جل الحكيم القادر هذا الكتاب النير بالنور سبحان منزل ذكري جل الحكيم القادر سبحان منزل ذكري جل الحكيم القادر جل الحكيم القادر أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مع لقائكم الجديد المتجدد في برنامج أنزله بعلمي من رحمة الله تعالى أن خلق للإنسان عقلا يهتدي به إلى حقائق الكون من حوله هذا العقل نعمة الله الكبرى التي جعلت رجلا يعيش في صحراء لا يقرأ ولا يكتب فلما سألوه كيف اهتديت إلى وحدانية ربك وأدركت أن للكون إله فنطق عقله وقلبه على الفطرة وهو يقول نظرت حولي فإذا البعرة تدل على البعير وخط السير تدل على المسير أجبال أسماء ذات أبراج وبحار ذات فجاج ألا تدل على وجود اللطيف الخبير اسمحوا لنا أن نرحب مجددا بضيفنا العالم الجليل والباحث الكبير في مجال العجاز العلمي في القرآن الكريم دكتور عبد الدائم الكحيل مرحبا بكم مرحبا بكم وأهلا وسهلا نستنير بكم اللقاء والله نرى نور الملائكة يحف مثل هذه المجالس التي نتحدث فيها معكم في حقائق القرآن وحقائق الأجاز العلمي ولنبدأ بسؤال كما تعودنا في كل حلقة علم جديد في أبحاثكم الكريمة القيمة عن التحدي اللغوي في القرآن الكريم بعد أن طفنا معك في تحدي وأجاز القرآن العلمي عايزين نخرج إلى ناحية اللغوية بارك الله فيكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم النبي الأمي وعلى ألي وأصحابه وسلم تسليما كثيرا الحقيقة والله يعني أنت عندما تجلس مع القرآن تنسى هذا الوجود تنسى الكون تعيش في رحاب الله عز وجل كيف لا تعيش في هذا الكتاب العظيم والله تبارك وتعالى يقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله يا الله يعني شيء عظيم وخاطب حبيبه عليه الصلاة والسلام عندما قال له إن سنلقي عليك قولا ثقيلة الله لذلك الذي يتعمق بالقرآن يشعر بثقل هذا الكلام بقوة هذا الكلام نعم ولو أن قرآنا سيرت به الجبال هذا القرآن فيه طاقة الله أكبر خفية تستطيع أن تسير الجبال الله أكبر أو كل ما به الموتى تصور أن الميت يمكن أن يكلم بالقرآن سبحان الله ولو أن قرآن سيرت به الجبال من قوته وعظمته نعم إذن هذا الكتاب العظيم فيه طاقات هائلة فيه إعجاز هائل ولكن هل من مدكر كما قال تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كثير من الملحدين يقولون أن هذا القرآن لا يحوي إعجازا رياضيا منظما ينطبق على كل القرآن يقولون تأتون من هنا بكلمة ومن هنا بشذرة ومن هنا بومضة وهذا ليس إعجاز وعندما ناقشني أحدهم قال أنا لا أقتنع إلا إذا أثبت لي أن هناك قانونا رياضيا أو لغويا ينطبق على كل القرآن زي ما يقال عنها المنظومة منظومة أخرج لي منظومة نعم والمنظومة أحيانا قد تنطبق على سورة والسورة أخرى تنطبق عليها منظومة أخرى ولكن هذا طلب طلبا محددا هذا سؤال زكي خبيث لكن في نفس الوقت زكي وقادني إلى إعجاز اكتشفته بفضل الله تبارك وراء لأول مرة يعني هو يكتشف عجيب قبل سنتين أو ثلاثة تقريبا الله أكبر عجيب هذا الكتاب العظيم يجب أن يكون في كل سورة ميزة تنطبق على السورة التي بعدها وهكذا إلى آخر القرآن آه كيف دكتور؟ فمن أين تبدأ؟ آه أكرمنا الله بأن قمنا ببرنامج إحصاء القرآن الكريم نعم الذي هو أكبر برنامج حتى الآن لإحصاء كتاب الله تبارك وتعالى نعم الذي لا تنقضي عجائبهم موجود على موقعكم وموجود مجانا على الموقع لمن أحب أن يحمل ويستفيد ويرى هذه العجائب موقع بإسمه عشان نشاهد نعم موقع الكحيل الكحيل دوتكو نعم المهم هذا البرنامج وضعنا فيه ميزة أيوة أننا نريد أن نعرف كلمات كل سورة معدل مكرر والفرق بينها وبين السورة التالية هذه الدراسة إحصائية دقيقة جدا لم يقم بها أحد قبل على فكرة إن شاء الله وهو إلهام من الله سبحانه وتعالى الله يزيدك يا دكتور فكانت تظهر أمامي مفاجآت أن هناك كلمات عجيبة جدا يعني مثلا أكبر مؤلف في العالم لا يستطيع أن يستخدم كلمات جديدة من أول الكتاب إلى آخره يستحيل سوف يستنفذ ذخيرته اللغوية ومفرداته اللغوية بعد عدد معين من الصفحات بعد 500 صفحة 600 صفحة لن يجد سيكون قد استنفذ كل ما لديه الرصيد نعم وقد تجد أن هناك صفحات فيها كلمات تذكر لأول مرة صفحات مكررة مما قبلها هذا كلام البشر نعم نعم طيب ماذا عن كلام الله سبحانه وتعالى سبحانه وجل في أولا وجدنا القانون التالي الذي ينطبق على كل سور القرآن 114 صورة أن الله عندما أنزل هذه السور أنزلها وكأنك أمام برنامج كمبيوتر لكل سورة كلمات محددة خاصة بها لم توضع إلا في هذه السورة على مستوى القرآن كله لا تتكرر في سورة أخرى ولا في أي سورة أخرى عجيب وهذا ينطبق على 114 صورة عدد سور القرآن ده منظومة حقيقية نعم ومثبتة بلغة الأرقام ولغة الإحصاء سبحانه الله إذن هذه الميزة طبعا أنت ستطلب دليل لترى ذلك نعم على الألساني أقول لك أعطيني دليل فسأعطيك قبل أن نعرض لوحات سورة من أواخر سور القرآن وهي سورة الكوثر منطقيا بما أنها السورة الأخيرة تقريبا يعني ترتيبها 108 يعني يوجد بعدها مثلا 6 سور فقط فهذه السورة ينبغي أن يكون محمد عليه الصلاة والسلام لو هو كتبها استنفذ ذخيرته اللغوية خلال 108 سور صحيح صحيح القرآن 600 صفحة هي تقع في الصفحتين الأخيرتين صحيح طيب بعد 600 صفحة هل هناك كلمة جديدة يمكن أن يذكرها ربما يتكرر هذه الصورة العظيمة الصغيرة وهي أصغر صورة في القرآن أقصر صورة معروف أنها أقصر صورة أقصر صورة في القرآن 42 حرفا فقط وعشر كلمات فقط نعم انظر معي إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر جميل عشر كلمات يوجد فيها خمس كلمات جديدة لم تستخدم إلا في هذه الصورة نصف خمسين بالمئة يا للعجب أحصيهم دكتور نريد أعطيناك لم ترد إلا هنا وردت أعطى ولكن أعطيناك لم ترد إلا هنا صحيح الكوثر مرة واحدة في القرآن في هذه الصورة صحيح لم تذكر صحيح شانئك الأبتر إنحر لم تذكر إلا هنا فقط بالمناسبة أنا أكرمني الله يعني أريد أراجع حفظ القرآن كاملاً فأنا أراجع معك هذه حقيقة أنا أنا أتذكر بحفظ القرآن ليست هذه الكلمات مكررة ومن لا يصدق فليخرج لنا الكلمة المشابهة يعني مثلاً كلمة الأبتر لا يوجد غيرها في القرآن لا يوجد نعم نعم مراجعة حفظ وراجعة كمبيوتر لن تجدها هذه الصورة إذن تحوي خمسين بالمئة منها كلمات جديدة الله أكبر هل هذا من صنع بشر أم هو ترتيب ونظام إلهي نكتشفه اليوم في هذا القرآن سبحان الله القليل قدير بزاك الله خير دكتور يعني أنت تسمع أخي المشاهد صورة هي أقصر صورة في القرآن ونتحدى بها كمسلمين موحدين بالله أن فيها كلمات إن فرضت بها الصورة لم تأتي في صور أخرى أبعد ذلك نستمع إلى من يقول إن القرآن من صنع بشر لا والله إنه من إنزال رب القوى والقدر سبحانه وجل في علامه أنزله بعلمه عمت حكمته الكون وشمل علمه الخلائق كلها أخي المشاهد تابع معنا واستمتع بهذه الرحلة الإيمانية في التحدي اللغوي للقرآن ونستكمل مع بحيثنا وعلمنا الجليل مبارك الله بكم إذن وصلنا إلى قانون رقمي لغوي ينفرد به القرآن وينطبق على كل صور القرآن المئة والأربعة عشر جميل دعني أرى معك التفاصيل من خلال هذه اللوحات لكي يستوعب القارئ الكريم أو المشاهد الكريم صدق هذا الكلام ومن يحب يستطيع أن يتأكد من خلال البرنامج جميل عدد كلمات القرآن كم نحن لدينا الرسم العثماني للقرآن وهو الرسم المعتمد الرسم الأول عدد كلماته 16.973 من دون تكرار يعني هذه كلمات كلمات القرآن كاملة مع المكرر أكثر من 77.432 ولكن عدد كلمات القرآن 16.973 كلمة حسب رواية حفصان عاصمة هذه التي لم تتكرر جميل جميل عدد الكلمات المنفردة في القرآن والتي لم تذكر إلا مرة واحدة عشر تلاف وتلاثمئة واحد وستين كلمة هنا فيها بتتصور ما الفرق بين هذه وهم هذه الكلمات 16.973 هي كلمات القرآن كله ولكن ما عدد مكرر آه الكلمة المكررة يعني قد تكون الكلمة مكررة مئة مرة ولكن نحن نعضها مرة جميل التانية بقى العدد التاني العشر تلاف وتلاثمئة وستين كلمة واحد وستين كلمة هذه الكلمات كل وحدة منها ذكرت مرة واحدة فقط في القرآن لم تتكرر أبدا فهمت الآن فهمت يعني الآن لدينا نسبة يعني ستين أكثر من ستين بالمئة من كلمات القرآن منفردة هذا عجيز ظاهرة عجيبة يعني الله أكبر يعني تصور أن كتاب يحوي 16.900 وكذا عشرة آلاف منه لم تتكرر أبدا مرة واحدة فقط أكثر من نصف أكثر من خمسين في المئة أكثر من ستين بالمئة أكثر من ستين في المئة غير مكرر وكل سورة من سور القرآن المئة وأربعة عشر تحوي كلمات منفردة خاصة بهذه السورة لم تتكرر إلا في هذه السورة فقط الذي يوزعها خالق سبحانه أنا أقول لك صدقا عندما أقرأ القرآن وأبحث أشعر أنني أمام ما فوق برامج الكمبيوتر المعقدة شيء منظم سبحانه أنزله بعلمي دعني أرى معك نبدأ بسورة الفاتحة جميل سورة الفاتحة التي هي أول سورة في القرآن فيها ثلاث كلمات لم تذكر إلا في هذه السورة جميل يعني نستعين لم تذكر كلمة نستعين مرة واحدة في القرآن في سورة الفاتحة طب فيه استعينه بالصبر والصلاة كلمة أخرى تقصد المبنى نفسه كلمة نستعين الكلمة ذاتها لم تذكر إلا هنا المغضوب لم تذكر ذكرت مشتقات كثيرة ولكن هذه الصيغة تحديدا المغضوب لم تذكر مقياس دقيق كلمة مالكي بالكسر لم تذكر إلا هنا ذكرت مالكو بالضم دقة سبحان الله يعني كلمة منفردة حتى في حركات الإعرابية لم تتكرر لم تتكرر في هذه السورة مالكي لم تتكرر إلا في الفاتحة فقط سبحان الله سبحان الله سورة البقرة اللوحة التالية إذا أحببت مليئة بالكلمات منفردة مليئة فيها 762 كلمة منفردة لم تتكرر إلا في سورة البقرة خاصة بها الله أكبر يعني هذه المنظومة اللغوية المنفردة خاصة بسورة البقرة مثلا استوقذا صحيح كصيب طالوج يعني كلمات سمعين رقم مهيب تصور يعني في سورة واحدة دعني أنتقل معك إلى بعض السور القصيرة مثلا لنأخذ مثال على أي سورة تحب مثلا سورة قريش على الرغم من قصرها تحوي تسع كلمات منفردة وهي قصيرة جدا وفي أواخر القرآن سبحان الله سورة قريش يعني لإلاف لا تقرأها إلا في سورة قريش صح نعم طيب قريش مرة واحدة فقط في القرآن في هذه السورة نعم وكأن الله قبل أن ينزل هذا القرآن يعني سبحانه وتعالى خصص هذه الكلمة لهذه السورة قبل أن ينزلهم ذلك هو أنزله بعلمي إلافهم طيب كلمة رحلة أين وردت في سورة قريش فقط كلمة الشتاء مرة واحدة في القرآن في سورة قريش كلمة الصيف مرة واحدة يعني تحدي سبحان الله دعني أنتقل للمزيد فقط ليطمئني يعني المشاهد الكريم أننا نتحدث بلغة الحقائق نأتي للسورة التي تعدل سورة القرآن وهي سطر واحد سورة الإخلاص الله أكبر تحوي أربع كلمات منفردة الصمد ذكرت مرة واحدة فقط في سورة الإخلاص فقط يلد مرة يولد مرة كفوان مرة وكأن الله تعالى يعني يضع كلمات تدل على هذه السورة وخاصة بهذه السورة ويضعها ضمن هذه السورة لا يضعها في أي سورة أخرى سبحان الله يعني هل هذا في مقدور بشر سبحان الله أن يقول أنه سيأتي بمثل القرآن عبث هذا وليس تحدي نعم دعني أنتقل إلى اللوحة التالية فقط أنا أريد أن أقدم الكثير من الأمثلة حسب ما يتساء الوقت نعم سورة الفلق التي هي سطر واحد فيها سبع كلمات منفردة وهي في أواخر قبل آخر سورة رقمها 113 الفلق صحيح سبع كلمات طيب كيف للسورة تتألف من يعني كلمات قليلة يأتي سبع كلمات جديدة الفلق غاسق وقب النفاثات العقد حاسد وحسد انظر الحسد لم يرد هناك كأن الله يريد أن يقول لك أنا وضعت هذه الكلمات فقط لهذه السورة سأنتقل معك أيضا إلى آخر سورة من القرآن سورة الناس هنا يعني المنطق يقول أنه ينبغي أن لا نجد أي كلمة جديدة رغم ذلك نجد ثلاث كلمات الله أكبر وكلها بنفس المعنى الوسواث الخناس يوسوث خاصة بالشيطان يعني حتى نوعية الكلمات المنفردة لها دلالة ليست عشوائية نعم في الفاتحة لا توجد مثل هذه الكلمات توجد نستعين انظر الاستعانة سورة الكوثر فيها كلمات خاصة بها الكوثر نهر سورة الإخلاص فيها اسم عظيم لم يذكر إلا مرة واحدة الصمد مرة واحدة فقط دلالة السورة التي تتحدث عن الاستعاذة من الجن والإنس وكذا كلمات منفردة تتعلق بهذا الموضوع يعني هذا أعقد من موضوع كومبيوتر هنا دخلنا في معاني الكلمات ودلالاتها الله أكبر ولو كان يسمح الوقت يمكن أن نسرد آلاف آلاف أمثلة طبعا لا أعرف وقته يعني المضاعة التي قلتها يعني وإن كانت قصيرة في الدقائق إلا أن معانيها مثل الجبال وقفت متعجبا أمام هذه الرقم للكلمات المنفردة في سورة البقرة واحدة 762 كلمة هذا يدلنا على إعجاز عجيب ياتي النبي في الحديث فيشير إلى أن سورة البقرة كلها بركة الأغذ بها بركة وتركها حصرة لا يستطيعها البطلة ولا يقدر عليها الصحرة رنبابا عرفنا اليوم سر أن النبي صلى الله عليه وسلم حثنا أن نقرأها في بيوتنا لأنها صورة كباقي صور القرآن معجزة ولكنها انفردت بأشياء وعلوم تطرقنا اليوم إلى بعضها لا أملك إلا أن أقول في نهاية هذه الحلقة الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إلى صدق الله العظيم الوحي هل معطرا بالخير جاء أم نورا والغار غرد ذكره دبرين يبطر أكررا قد أحكمت آياته بالخير فاض وبشرا ختم الجمال بعطره والله أوحى وصورا ختم الجمال بعطره والله أوحى وصورا ترجمة نانسي قنقر